طالما معنا الجزائر طالما معنا الناس المؤمنة بالقضية الفلسطينية طالما معنا الناس اللي بتحب فلسطين عمرها القدس ما راح تنتسى من ذاكرة الفلسطينيين ولا الجزائريين ولا من ذاكرة أصحاب الدمار الحية مرحبا متابعنا الكرام ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسامة بالحاج بنرحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان والمؤمنين بأن القضية الفلسطينية قضية حق وأن الاحتلال سيزول بإذن الله تعالى فهذه الحلقة فقط للمؤمنين بأن القضية الفلسطينية قضية حق كل مرة لما بنقول هذه الجملة بنقول هاش بس إنه هي بأنها تكون جملة بس اعتيادية في كل حلقة بنحكيها لا فعليا لازم يكون هناك ناس مؤمنة بالقضية الفلسطينية عشان تتحرر لأنه لو ما فيش إيمان بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة قضية لناس فعلا احتلها الاحتلال الصهيوني عمره ما رح تتحرر والعمر ما رح يكون عادل في هذا الموضوع لما بنقول هذه الجملة فعليا معترفين بأن أول ناس معترفة بالقضية الفلسطينية هم أحبابنا وأهلنا في الجزائر ناس كتير بتستغرب ليش الجزائر في كل مرة بيكون لها مباراة أو بيكون لها لقاء أو بيكون لها لقاء خاص أو عام أو مناسبة أو بصار شو بترفع العالم الفلسطيني ليش الناس بيستغربها الأعداء مستغربين وأولهم الصهاينة ومش عجبهم هذا الحدث أنا كفلسطيني حبيت أوضح السبب الحقيقي ورفع هذا العلم وما مدى افتخارنا بهذا الأشي شوفوا الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري انتشأوا على مبدأ واحد نبدأ الإخلاص لله مبدأ الإيمان بالقلوب الإيمان بالأرواح الإيمان بالعدل الإيمان بالصفات الجميلة هي صفات الله عز وجل فلما سبحان الله بنشوف عدو أو احتلال صهيوني بدي يأخذ أو يضطهد حقوق ناس غلابة أو حقوق ناس يعني أنه بدي يجي يحتلها غصبا عنهم أو خاوة على قولة الفلسطينيين مش هيسمحونهم الجزائريين ولا الفلسطينيين كمان احنا بنشوف أن القضية الفلسطينية يعني لابد يعني أو الناس تعتقد أنها أصبحت منطهدة بين الدول العربية وخصوصا بعد تطبيع الدول العربية أغلب تطبيع الدول العربية مع بني صهيون قلنا لكم مليون مرة هدف هذا التطبيع ليس المال لكل دولة وليس مثلا الجاه أو السلطان صدقا ما فيش دولة طبعت مع بني صهيون واستفادت أنه ماليا أو ممكن تكونوا استفادت ماليا بس بشيء بسيط ما استفادتش مثلا جهة أو سلطان أو ارتفع منها متها أو أصبحت مثلا عالمية أو 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 الهدف الحقيقي هو أنهم بدهم العرب كلها ياتهم يطبعوا معاهم عشان في يوم من العلام لما يجيوا طالبوا في القدس كل العرب تعترف أنه القدس لا إسرائيل بس خابوا خابوا جدا طالما معنا الجزائر طالما معنا الناس المؤمنة بالقضية الفلسطينية طالما معنا الناس اللي بتحب فلسطين عمرها القدس ما رح تنتسى من ذاكرة الفلسطينيين ولا الجزائريين ولا من ذاكرة أصحاب الضمار الحية الجزائر لما برفعوا عالم الفلسطيني في كل المحافل هم مؤمنين أنهم مش بديهم مثلا يجوا ع بلاد فلسطين ويدافعوا بالسلاح ويحرروا بديهم أو أي شيء مش بديهم أو مش بستطاعتهم في هذا الإشي لكن هم اعتبارهم ليرفع العالم الفلسطيني في أي مناسب أو في أي محفل هذا دعم ومساندة للقضية الفلسطينية لما برفعوا بدهم متأكدين تماما أنه كل العالم مثلا بيشاهد هاي المباراة أو كل العالم بيشاهد هاي المناسبة فبدهم يعرفوا الناس مين هي فلسطين مين هي فلسطين عشان أنت لما تقول لي أنا بعرفش فلسطين تعالى قولك مين هي فلسطين مين هم الناس اللي رفعت علامهم إيش قدموا إيش ضحوا مين الشهد تبعونهم فهم بدهم يحاولوا قدر الإمكان الجزائريين أن يصلوا بالقضية الفلسطينية وأن يرفعوا صوت القضية الفلسطينية إلى العالم أجمع إلى جميع العالم ليبقى الحق عادل وليبقى الحق ذائم بإذن الله تعالى فهذا هو هدف الجزائريين كمان الفلسطينيين لما بيشوفوا علامهم مرفوع صدقوني بنفرح فرح عظيم فرح عن جد بسعش قلوبنا قلوبنا تبقى صغيرة على هذا الفرح لاستقبالي لكن بنفرح ويكون جواتنا فرح وصرور لا يسع أي حد ولا يسع قلب أي حدا صدقوني الفلسطينيين مؤمنين تماما بأن الجزائر أحباب الفلسطينيين ونحن نتذكر كمان ولا بد أن نتذكر هوارب مديم دائما في كل حلقة قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة فبكل تأكيد الشعب الجزائري علم وستر وحفظ هذه الكلمة داخل قلوبهم وكمان يسر عرفات الله يرحم وقال انضاقت بنا الأرض فلا نذهب إلا لدولة الجزائر سبحان الله كان اختياره عظيم وكأن هؤلاء الشخصين طرقوا بصمات عظيمة لشعوبهم رغم المؤامرات والسياسات وكل هذه الدنيا كمان صدقا الأعداء اللي بتنغاز من رفع العالم الفلسطيني ستقوني أنتو بتنغازوا لأنكوا عارفين أنه هاي الدولة أو هاي المحفل أو الجزائر أو بشكل عام أنهم على حق فأنتو بتنغازوا وبتكونش تظهروا العالم الفلسطيني قلنا لكم الهدف الأول والأخير اللي لا إسرائيل هو تمس القضية الفلسطينية لكن خبتم وخاب ضلنكم القضية الفلسطينية لن تتمس أبدا ستبقى عالمها مرفوع في جميع البلدان العربية المطبعة والغير مطبعة فلسطين تاج على رأس الجميع ورح تضلها تاج على رأس الجميع واللي برفع عالمنا هو تاج على رأسنا أول من رفع العالم الفلسطيني الجزائر وإحنا كمان بنرفع عالم الجزائر وبنفتخر فيه فهو تاج عراسنا وبنفتخر فيه ففي هاي الحلقة حبيت أوجه شكري والعرفان الشكر والعرفان لدولة الجزائر العظيمة الذي نفتخر بكم ونعتز بكم يا من ترفعون عالمنا في جميع المحافل أنتم تجانون على رأسنا أنتم في قلوبنا دوما في جميع المجالات كمان حبنا في هذه الحلقة نوضح السبب الحقيقي بدهم أهم الجزائر برفع العالم الفلسطيني لإدهار القضية الفلسطينية في جميع الدول ولكن الاحتلال والأعداء لا يريدون هذا لأنهم يريدون تبس القضية الفلسطينية ولكن خبتم وخاب ضدنكم أيها الأعداء وأيها الصهاينة كل تحية لأهلنا في الجزائر على كل حال احنا عملنا غنية لأهلنا في الجزائر غنية كلب غنائي هاي اللي الرابط موجود في الوصف ياريت الكل اروح الشاهد وعلق عليه ليصر لأكبر عدد ممكن من جمهور الجزائر أحبابنا في الجزائر هيك كانت حلقتنا لهذا اليوم ما زلنا بالوزن شكرنا وعرفانا لكل أهلنا في الجزائر كبيركم وصغيركم شيخكم وأطفالكم بناتكم ونسائكم أنتم تجانا على رؤوسنا أنا أفتخر وأنا أعتذبكم هيك كانت نهاية حلقتنا لهذا اليوم نأمن من الله عز وجل أن يديما بيننا المحبة والود والاحترام كل التحية لكم مشاهدين الكرام بهيك وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر